اكتب عليكم مكونات المكونات 150 مللي لتر من الماء سوف نضع على الماء ملعقة ملعقة ثلاثة من السكر سوف نضع ملعقة 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 نهائية اللي كانت متوفرة عندكم غادي نخلط قليلا بالخلاط اليدوي تقدرو هاد العجينة تديروها في العجنة كما ممكن تعجنوا باليد ديالكم بعد ما خلطنا غادي نضيفوا ربع كأس من الزيت وغادي ننخلط مرة أخرى ثم غادي نضيف الدقيق فالدقيق ان شاء الله غادي نوضعون نصف كيلو بالتدريج أي جوج زلايف ضيف الزلفة الأولى ثم الزلفة الثانية بعد ما دخلنا الزلفة الأولى غادي نضيف رشي شمل الملح ونستمر بالإضافة ديال الدقيق وانا كنخلط بالخلط اليدوي فشي بدايق سحلي العجين غادي نحيض الخلط اليدوي نجمع العجينة باليد ديالي نجمعه باليد ديالنا ونضيفه الدقيق حتى نحصله لعجينة خفيفة تكون تلتسق باليد لا تستطيع تلتسق لكن انا غير نجمعه نضيف الكمية اللازمة ونضيف متلة واحد من الجوب نضيف فرماجة واحدة ثم نضيف 1 درس معلقة من الزبدة اي زبدة متوفرة عندكم غير 1 درس معلقة صغيرة اذا لا تريدون أن تضيف الزبدة لا يوجد مشكلة اختياري انا قدرتها بلدية و اضع طعم و لا تخلي العجينة تلتسق نهائيا سوف نضيف الزبدة وهذا هو القوام للعجينة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة اختيار الجو بارد نغطيها 20 دقائق نضع قليل حجمها لا يوجد مشكلة سوف نرش دقيق على سطح العمل و لا نفرغ العجين من الهواء مباشرة سوف نرش دقيق على سطح العمل و لا نفرغ العجين من الهواء مباشرة نستعن بالضلج و نقوم برشيشة نقل في العجينة يوضع السمك نحن برشيشة نقل برشيشة اذا كان لديكم فرماج متلات او مربع او لا تقدروا اي جبن دهن تقدروا تعملوه سوف نستخدم ستاتيولا ولكن لا يمكن ان ندهن الجبن بهذا الشكل صدقوني هاد البريوشكي جلديد بزف بزف فغادي ندهن هكا الجوانب ومن الواسط اي جبن عملته غادي ندهنه بنفس الكيفية اي لما بغيتوش تديرو الجبن وعندكم مثلا الزبدة ولا كتبغيو الزبدة تقدروا تديرو الزبدة راح تايم زيان هالفرماج ما شاء الله الطعم ديالو كيكون مميز غادي نبدأ اللوي بهذا الشكل وانا غادرك اللوي مزيرا يدي ماشي مرخوف يدي احضرنا اللوي وانا والاهم احضرنا اللوي مالسي لتزرؤ للشكل احضرنا مائ trazращع سنقطعها على شكل مباشرة سنقطعها على شكل مباشرة سنقطعها على شكل مباشرة سنقطعها على مول وعندها للجانب 1 سنية سنطيف فيها للمول قيمتها على مول 33 على 23 سنقطعها ونضعها على مول تبسط قليلاً ثم قدوها باليد ومشاء الله يعني كتبان فيها واحد توريقات ليهما اللي يعطيونا واحد توريق لهائل فاشتي طيب كمقاو غاديين كنقطعو كنقطو بليدينا وكنحط وحيدة على وحيدة اما تكونوا مدهنينها بالزبدة او بالزيت ورشينها بالضقيق او مفرشين فيها الورق سواء اندرتو الورق او لا فقط غير دهنو بالزبدة او بالزيت او رشو بالضقيق امقا مشاكو بالنسبة للدوائر ما تخليوهم شغلات بزيت غير سنتيم سنتيم وانتو ما غاديين واللي كتقطعو كوحد الكمية كتقطوهم باليد ديركم وكتحطوهم في الصينية وحيدة على وحيدة انا غادي نستمر معاكم بنفس الكيفية حتى نقطع هاد الرولو كامل ونعمر الصينية ديالي فبطبيعة الحالي كل ما كتت صينية متل عندكم صينية كبيرة فحاولوا ما تجيبوهم شركبين بزاف على بعض حاولوا تبعدوهم هكوحد شوية خليوا غير جنيب الراكب على جنيب بشتعمر لكم الصينية او لا اخدوا صينية اللي تكون صغيرة وعملوا فيها او للمول اللي في القياس اللي بغيتو انا هدا غادي نتأكد لكم من القياس دياله ونكتبو لكم كتابة من بعد ما ملأت الصينية كتكون بهات الشكل هادا عملت تربعات صفيفات قدروا نديروهم بالطول او بالعرض اللي بغيتو دابا غادي نغطي عليهم مجا خورة بالبلاستيك ونخليهم يختمروا هتا عبتاني يتضاعف الحجم ديالهم دائما نغطيو ببلاستيك وبعدو بمنديل ودائما نحطوه في مكان دافئ منين كي يكون الجو بارد من بعد ما مضاعف الحجم ديالهم كي يصبحوا بهات الشكل هادا راداك الفراغات وخط يبقاو هكذا كالفراغات سوف نأخذ بيضاء حجمها غير صغيرة ونأخذ رسمي القديل اللاسل يقضي طعم مزي ويمكن يقضي تماما على الرائحة والزفوريات بالنسبة للاخوات اللي يعني هكذا يبغيوش ديك المعداق وتقدروا ما تدهنوش نهائيا بالبيض اللي ما عنده حساسية من البيض او ما كيبغيش البيض دوبو شوية ديال الزبدة ودهنو ما كتجيش غاديك اللامعة ديال البيض ولكن كيجي محمر من بعد مدهنت بالبيض غادي نرش صف بالزنجلن الاحمر وصف بالزنجلن الابيض كتبقا رشا اختياري تقدروا ما ترشوا بتشي حاجة بحل الاخوات اللي غادي ديروا الزبدة لدهنتو الواجه غير بالزبدة موشوش تديروا البيض حتى يطيبو تخرجوه ودهنوه بالعسل ووزينو باش ما بغيتو دابا من بعد مدهنت وزينت بالزنجلن غادي ندخلو الفران اللي سخنتو من قبل واحد شوية وغادي نحط صينية ديالي فواسط الفرن فران مشوغل غير من الاسفل غادي نديرو اعلامية وخمسين دراجة مشوغل غير من الاسفل اعلامية وخمسين دراجة حتى نحس به تنفاخ وتحمر من الجوانب واحد عادي نشوغلوه معلى الوجه نسبة الفران كيكونوا عليها بزاة الاسئلة فالفران ديالي هو هادا لا مرك هيا بينا في الفيديو ما شاء الله استقموا زيان الحمدللله دابا حاليا اي وصفة كان نعمل لكم كان طيب فيه ركي جيزوين كتجي عفوان زوينا لا حلوية ولا بريوش ولا خوبز ولا كالاتباق المالحة لما كل شي الحمدلله كيجيبو زوين وكان عندكم شي سؤال اخر خليواهلي في التعاليق بعدما تضعف الحجم ديال البريوش كتبدأت ضربة الحمورية من الجوانب كان شعلي عليهم الوجه وكان اعطيه الوقيته ديالو باش كياخد ليها هادا الوين ما تجاهدوش بزاف خليوا النار في نفس يعني يديك مياه وخمسين مياه وستين وانتو ما كتدوروا في الصيني هكا في الفران تكتاخد ليكم هادا الوين فالسر ديال البريوش هو طيب ديالو هادا الحمورية ومنين يدخلوا الفران ما تفتحوش عليها الفران باش ما ينزلكم شي باش مراع بحال وبحال الكيك وكان دهنو واحد هنا من الوجه بالعسل بشكي عطي ذيك اللمعة امزيونا وهو باقي سخون غادي نحيدو مصصينيات قطروا تقدموه كيف ما بغيتو غادي نقدمونا بهات شكيل هادا كده تشوفوه معي انتم هم اللولين عادي ان شاء الله غادي ندوز نحطو غادي تشوفو الوحيدات كيف كيجيو ما شاء الله كيجيو هائين واحد تحميرها فيه شهوة منها الدلول الان كنعود لآد البريوش خطيوة الوقيتة ديالو في الطيب باش عرب اح щоб يأخوش الطيب بزا فاره اخديليها تقريبا نسف ساعة 20 دقيقة من الاسفل و طلعت الحمورية من الجوانب و 10 دقائق اشعلت عليها من فوق و خليت و هكك 150 درجة حتى اخذ لي هاد اللون محمر و مزيون حيتي دا قدمت البريوش ماشي حمي مرة ما كي شهيشي لارول يخص يكون محمر تحميرها اللي بهاد الشكل باش كيفتح الشهية والبريوش ديالنا من الواسط كيجي بهاد شكرا كيجي بحال شنيك بحال مليويات و حال طعم مزيون كيجي اسفنجي كنجي ما نقول لكم شي كيف كيجي هائل كنتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم في الصورة و ما شاء الله كنحضره في وقت قياسي تحضره لفطر و للقوتي را كيجي من الاد و اروع ما يمكن تحضره كنتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم في الصورة انا كنضمن لكم اذا جربته غاد يعجبكم و غاد يعجب وليداتكم و كل ما نداقوا عندكم كندرب لكم موعد فيديو اخر بحول الله مع وصفة جديدة او اقتراح جديد كان عندكم اي سؤال اي استفسار تركوه لي في التعاليق اشتركوا في القناة